الممثلة هيام أبو شديد أهلا وسهلا فيك على الجديد مسلسل الزمن الضائع اللي حضرتك عم بتشارك ببطولته رح ينعرض قريبا على الجديد المشاهد شو رح ينطر من حضرتك؟ شخصية رشاد رشودة مثل ما بتقلني جنان يعني جوي هي شخصية الامرأة الحنون يلي رفقت بنت فقدت ولدتها هي وطفلة وهي اللي ربتها لكبرات وبعدين في قصة بتصير ما فينا نفتحها يعني بس بيبين إنه شخصية رشاد برضو مع العلم إنه مبينة وهي شخصية حنونة عندها ماضي تقيل وهيضا الماضي بيبين بعدين بآخر الحلقات فهي صورة الامرأة يلي عندها قصة مخبية وبذات الوقت هي حنونة وحدها البنت بتربيها وبتكبرها وعندها أسرار يعني حملتها بحياتها العمل مع المنتج إلي معلوف شو بتخبرين عاصمة؟ أنا تعودت على العمل مع فينيكس بيكتشرز انترناشونال هيدا مش أول عمل يعني من ياسمينة لكل الحب كل الغرام لكل المسلسلات نسيته نكتار بس تعودت على طريقة الشغل هلأ في صعوبة أوقات لأنه هو شوي عصبة كمنتج بيعبر بس يلي بيعرفه لقلي بيعرف أنه قلبه على رأس لسينه مثل ما بيقوله بيقول الشغلة وكتير بسرعة بينسى شو قال يعني بالنهاية العمل بفينيكس يعني بتحسي أنه نحن عائلة وكيف العائلة ممكن أوقات الأخوة هيك بين بعضهم يتخابطوا بس صدقيني بلحظة كل شي بيرجع بيدخل بطبيعية يعني منعيش كاعيلة أنا بيطلع أخواتي وبيطلع صوتي وبنرجع بعدين منكفة عادة وهيدا شغلة حلوة وسليمة يعني وقت الواحد بيعبر وبيقول شو فيه على قلبه أنا بحس أنه هيدا شغلة سليمة لأن ما بتخلي أنه الأمور تتفاقم يعني الممثل أسعد رشدان اللي بشارك معكم كمان بهيدا المسلسل لانحكى مؤخرا عن أنه عم بيفكر يفوت على المجال السياسي ويتراشح للانتخابات النيابية هل بتأيدي أنه الممثل أو الفنان بشكل عام ينقل من الفن على السياسي؟ يعني هيدا حرية إذا هو عنده مزاج بالموضوع أنا أنا قليلة بقلك ما بعرف يعني كأنا عم بحكي صينة إذا بدي يكون بالشأن المسئولية يعني بس أسعد من قديم وجاء عنده يعني حب للسياسة وبيفوت بمواضيع السياسة وبيخد مواقف صريحة مع حزب دون الآخر يعني إيه هو هيدا مجاله وطبعا هيدا حريته واختياراته وممكن الفنان يعمل يعني يغير الأمور لأنه الناس بتكون حتى تضوع له بس أنا أنا كهيام بحس أنه لازم نحنا كفنانين نشتغل أكتر بالشأن العام يلي إله علاقة بالاجتماع بالنقابة بالأمور يلي إنسانية اجتماعية أنا عم بحكي كهيام والسياسة يمكن بحسه أوقات بتشبه حدا تاني وأنا بخاف على أسعد لأنه أسعد دم محامة يعني عرفتين بيعبر بقول ما بيخاف يمكن لازمنا ناس شجعان هيك بس أنا بقول كمان لازم شوي الفنان يتريس لأنه هو ملك الجميع وفنه لازم يكون يقدر يطال أكبر عدد ممكن من الناس تنصحي يتخلى عن هيدا القرار ويرجع للفنان؟ لا أنا بنصحه يقوم بالشي اللي هو مقتنع فيه بصراحة أنا ما فينا أنصح حدا بالشي يعني أنا مؤمنة أنه كل إنسان بيعرف هو حجاته وهو متطلباته مطرح ما بيكون هو كزميل وصديق أنا دعمته حضرتك شخصيا قلتي ما بتفوتي بمجال السياسي ولكن بتأيدي وصول المرأة لهيدا طبعا 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 ياريت فينا نوصل لمرحلة ما نعود نطرح السؤال أنت هلأ طرحتي لأن بعدنا بمجال أنه عم نحس فيه نقص إذا منوصل ليوم منبطل نطرح هيدا السؤال يعني وين بغير بلدين صاروا رئيسات للجمهورية يعني والأمرأة صدقيني أنا عم بلتمس الموضوع أكتر وأكتر اللي بتكون متعلمة وفي عنا هون نحنا هلأ بالمحكمة هون بجديدة روم يشوفي قدي فيه نساء قضاط يعني عرفته الأمرأة رائعة لأنه إلى جانب كفائتها عندها حس الإنسان المرهف يلي بيخليها يكون عندها عم باتية يعني تجانوس وتناغم وإحساس مع الآخرين هيدا الشغل كتير مهمة عندها حس مش موجود ما يوخزني الرجل عنده شو بتواجهي كلمة أو رسالة للسياسيين اللي هني يمكن بدورهم بيعتبروا أنه المرأة مش قد توصل لهذه المناصب العالية وخصوصاً السياسيين ببلدنا شي مؤسف أنه يكونوا يفكروا بها الطريقة لأنه إمهاته النساء وحبيباته النساء وفتياته النساء والأمرأة ما رح أقول نصف المجتمع الأمرأة والرجل هني بيكملوا بعضهم يعني خلصنا بقى من هاللعبة يلي بنحكي فيها أنه قد بيطلع لك قد بيطلع لك كل واحد بطريقته عنده دوره هي بأنستها وبفهمها وبحنيتها وهو يمكن بخشونته أوقات وبرده مش ترولك رجال يكون خشن والأمرأة تكون ناعمة بس أنه إذا بدي فوت بهالصورة يلي معتمدة يعني وبقلهم لها السياسيين الله يهديكم يا رب يا رب نحن نتشك لك يعطيك ألف عافية وموفقة أنتو كمان عم حطة جريئة شكرا